بعد فترة من الهدوء والاستقرار في أعداد الإصابات تعود جائحة كورونا إلى الصدارة من جديد وسط مخاوفة من ارتفاع عدد الإصابات في المحافظات الجنوبية بعد إعلان وزارة الصحة عن دخول الموجة الجديدة من نوع PA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي الحالات مبدئياً ليس بالأعداد الكبيرة حتى الآن الحالات هي ليس بالأعراض القوية ولكن أنا أنوه للجميع أن أي إنسان بيكون بشكي من وجود ارتفاع في درجة الحرارة ألم في الحلق ألم في البطن فيتوجه إلى المستشفى أو أماكن الفرز الذي حددتها وزارة الصحة في مراكز الرعاية الصحية استعدادات كبيرة أعلنت عنها وزارة الصحة لمواجهة الموجة الجديدة وسط عوامل عدة وتعليمات وإرشادات للمواطنين لتفادي انتشار الفيروس إضافة لاستعراض تطورات الحالة الوبائية ومراجعة السياسات والإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالجائحة هناك استعداد تام من وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة الجديدة سواء من أدوات طبية أو من فحصات أو من لقاحات أو حتى علاجات طبعا التنظيم كما سبق سيكون في هذه الجائحة تنظيم كوادر الطبية لمواجهة هذه الجائحة إن شاء الله سيكون هناك جميع الاحتياجات موجودة خلال هذه الفترة نداءات متواصلة من قبل الوسط الطبي للتوجه لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح كوسيلة للحد من الانتشار والتخفيف من أعراض الفيروس نناشد الجمهور من لم يقم بتلقي لقاحات في المرات السابقة أن يسارع بالذهاب لمراكز الرعية الأولية لأخذ اللقاح ومن تلقى اللقاح ولم يحصل على الجرعة المعززة عليه أن يذهب لتلقي الجرعة المعززة كثير من الأمن تلقوا اللقاح أصيبوا بالفيروس مهما كانت الإصابة لأعراض تكون أخف وفترة الإصابة تكون أقل تضع الموجة الجديدة من جائحة كورونا المواطنين أمام تحدي كبير بعودتهم للإتزام بإجراءات السلامة والوقاية بعد فترة من الهدوء والاستقرار النسبي أمانيك الساب تلفزيون فلسطين غزة